أهلا وسهلا بكم ببدويت تريت اليوم عنا ماركت ابدات كثير مهم بدنا نحكي عن وضع السوق بشكل عام وليه لازم نجهز حالنا وعنا كثير معلومات عن البيتكوين اتيريوم ماتيك سوبر كاردانو شو كثير مهم اشتركوا في القناة وخلينا نبدأ اول شي اليوم بدنا نحكي كثير عن تشارتس بنا نشوف شو عم تفرجينا تشارتس متل ما نكون شايفين واي تشارتس كثير مهمين مبارح بلش ينزل الدكسي دكسي اذا ما بتعرفوا هو دولار اندكس بفرجينه قوة الدولار الامريكاني عاليه وقت يكون طالع متل ما كان طالع له فترة يعني بيكون السوق البورسة والكريبتو نازل مبارح بلش ينزل شوى الدولار اهم قب السوق اذا لاحظتم مبارح السعر قوة شوى للكريبتو نزل شوى صغيرة بس هلا رجع عم بيطلع وعم بيأثر على السوق وقت دكسي ينزل شو بيتأثر الاس ام بي 500 الاس ام بي 500 بيبلش يطلع وقت الاس ام بي 500 يطلع البيتكوين بيلحقوه وبيطلع حاليا البيتكوين عم يتأثر كتير بسوق البورسة والاس ام بي 500 والنازدك وهن عم يتأثروا كتير بقوة الدولار الامريكاني العالم حاليا خيفانة عم تنقل مصرياتها على الدولار من شن هيك الدولار عم يقوى وقت العالم تبلش اوكي سافينا نبلش ناخد خطورة بيئموها من الدولار وبيحطوها بالبيتكوين البيتكوين بعدها تقريبا نفس المحل انزلنا شوية مبارح وارجعنا طلعنا هلا انزلنا شوية صغيرة لانه مثل ما شفتوا الدولار رجع قوي الخوف وصل مرحلة وقت معين مبارح للثمانة السبب الخوف وصل للثمانة هو جاي باول جاي باول هو مسؤول الاحتياط الفدرال الامريكاني طلعوا وقال نحنا ملاح نوقف زيادة فوائد غير ما حتى نتحكم بالتضخم المالي بشكل كله العالم خافت قال قرأ يعني هالشي بيعني لح يضل من كافين بس اسعار الفوائد زيادة الفوائد هنه صارت محسوبة شو بدو يعمل 50 بايسس بوينت تانية شهر جاي صارت تقريبا محسوبة والعالم عارفة عنا بس خوف العالم بيان كأنه بدو يتشدد اكتر والعالم خافت من شان هيك رجعت نزل السوق كتاب التعام بقرأ جوناثر فرريرو هذا شخص مسؤول مالي كتير بالغرب هو مدير اموال عمله سيرفي بي او اف فاند مانجر سيرفي عمله سيرفي مثل اسئلة عطيوها للفاند مانجر كل اللي بيستثمروا لزبائنهم بالبورصة بالمسارع نحن حاليا باعلى نسبة كاش العالم عم بتحول كل شي على الكاش من سبتمبر 11 يعني وقت صارت احداث ايلول بامريكا وقتفيته الطيارات بالبنايات نحن اعلى نسبة كاش من وقت الوقت العالم خافت كتير وصارت حط مصرياتها بالكاش لما انا عارفة شو بده يصير هلأ نحن هون صرنا من اعلى نسبة وتاريخيا وقتا نكون تكون بهذه الاعلى نسبة وقتا نعمل نبرو بشكل البروث حاليا كتير واطئ العالم ما عم بتاخد خطورة لتكبر مثل ما عملت لكم اعلى نسبة من الالفين تقريبا وقتا كانت احداث ايلول بامريكا الشي الوحيد لناقصنا قبل ما نعمل الريفرس ونبلش نطلع هو يعني بعض نقصوا النزلة سريعة قبل ما تعمل هالشي قبل ما ينبلش نعمل الريفرس ونرجع نطلع المضاربة العكسية ونبلش نطلع يعني النزلة قوية اللي بترعب كل شي بالسوق هايدي اللي نقصها باعة بمصارت بس هالشي بتفرجين انه احنا يمكن قربنا للمرحلة الواطية قربنا لأوطى مرحلة يمكن ما وصلنا له ولحنطلع بكرا يمكن ننزل بعد شوية بس عم نقرب بشكل كتير وراحقلكم ليه عم فكر هيك بعد شوية جاي بي مورغن عم قال جاي بي مورغن احد اهم البنوكة بالعالم بالعالم عم يلاقوا الاكوتي ماركت كل شي بالبورسة والكريبتو يعني تقريبا صاروا عمين سعر انه في ركود اقتصادة حاسبين حساب هالشغلة انه العالم كتير خيفين حاسبين حسابه هالشغلة خلتهم لجاي بي مورغن يبلشو ياخدوا شوية خطورة بس محسوبة يبلشو ياخدوا اشياء فيها خطورة اكتر بس محسوبة بس محسوبة لا تربعهم ما عم ياخدوا خطورة عم يتركوها يا بالكاش يا بالدهب هن متوقعين يجي مصاري كتير من الكريبتو للبورسة خاصة اذا اذا توقعوا انه تاذر يعمل تاذر يعمل يعمل اذا لاحظتوا كان في كتير اخبار الى فترة عن بعد ما الو اس تي عمل وخلص في كتير اخبار عن الو اس تي نزل للصفل فاصل التسعة خمسة هلأ رجع صار منيح بس في العالم خافت من هالشي وفي كتير اخبار عنه في سبعة مليار دولار طلعوا من التاذر فيتوا بغير محلات يحطوهم بالبيو اس دي واليو اس دي سي اللي هني اقمن حاليا وانا بنصحكم ما بعرف اذا رح يصير شي انا برأيي التاذر كتير منيح بس امنوا حالكم اموا ونحطوهم باليو اس دي سي او البيو اس دي حاليا لتأمنوا يا سمح الله صار شي هو متوقع اذا اذا عمل التاذر كاللابس مثل ما اليو اس دي عمل لحي العالم كتير من لحي تقيم مصرياتها من الي كريبتو تحوطن على اسواء البورصة هيك هو متوقع انا انا ما بقول لا بس بنفس الوقت لا هلأ تاذر مبوشي وكل شي منيح ايلا بالكومنت هون لا هلأ انا نصيحة للكون اموا من اليو اس دي تي حطوا بيو اس دي ويو اس دي سي بس للوقت الحالي لا تحمو حالكم الخبرين التانية بريد احكيكم عننا هو رايان ديريك اس ام تي استراتيجيست هو مش بس محلل هو بيعمل استراتيجيا للأسواء انا عم نحكي عن شخص كتير فهمين بشو عم يحكي عمل ستوك ماركت يلي هو الاس ام بي فايف هندرد اندكس اس ام بي فايف هندرد بالبورصة يعني اهمة خمسمائة شركة بيفرجونا قدي وقت يزئ يصور ركود الاقتصادية او نازلة كتير قوية منكون بايخ من الالف تسعمية وثمانين للسنة الماضية تقريبا من اوط النسب وصل 19% وصل 19.8% تقريبا 20% بس حاليا نحنا 18% يعني ما بقى في كتير ينزل يمكن ينزل ل 19.8% يعني هالشي ينزل الكريبتو خمسة عشرة بالمية يمكن هو بالنسبة لهم 2-3 بالمية ينزل الكريبتو اكتر بكتير بس تقريبا وصلنا لأوطى نقطة للسن بي فايف هندرد وحاليا الكريبتو والسن بي فايف هندرد عم يشتغلوا مع بعض اذا بينزل السن بي فايف هندرد بينزل الكريبتو اكتر والعكس صحيح اذا بيطلع بيطلع الكريبتو معه مع الوقت لحنبطل متأثرين فيه بس حاليا نحنا بعلاقة كتير متينة بين السن بي فايف هندرد والكريبتو مع الوقت الكريبتو لحيكبر وحيصير لحاله ما بقي يتأثر بسوق البورصة بس حاليا متأثر نحنا هلا تقريبا اربنا لقوطة نقطة تقريبا معقول ننزلها بكل هالنازلات وحيسمين كل شي لحيصير منشن هيك انا بقلكون يمكن هون متل ما بيقول تي اناليست انه هيدا الخط اللي هون اللي بفرجينا الاوطة نقطة يمكن المسناء او يمكن ننزل بعد شوي متل ما صار هون نعمل وك ننزل اكتر او متل هون ننزل اكتر ننزل اكتر شوي تحت الخط شوي قبل ما نبلش طلعتنا بس اربنا كتير على المرحلة الواطية اذا مجرد اربنا على المحلات الواطية بنا نبلش نعمل لنعود نبلش نفوت بالسوق شوي شوي انا مني ولاي لح اعمل بورتفوليو لح اعملكم فيديو مش بكرا بعد بكرا خبركم شو هن الاشياء اللي لح بلش فوتو لايه ما لح فوت بهم خطرة كبيرة بس الاشياء لتعود شوية الخسارة برلونا او من الاسواق ككل ايا ايا كريبتوت لحيطلعوا اول شي اوكي هلا شو في اخبار منيحة اول شي الصين صارت تاني اكبر دولي لتعدن للبيتكوين بالرغم من حظر الحكومة انا عملت له تويت على بدوي تريدز مثل هيدو اللحقوني هونيك بعمل أبديتس اكتر من الفيديو هي ليه الشغل كتير مهم وعملت شير للارتكل لانه تشاينا عملت منعت التعدين الكريبتو بس بعدها هلا بتعدن تقريبا 20% من الكريبتو تاني بلد بعد امريكا وهالشي كتير كتير منيح غير هيك شو في اخبار عن الاثيريوم كلاود فلاير شركة الانترنت كلاود فلاير بدا تعمل اثيريوم نود اثيريوم نود يعني كيف بيصير بعدنو اثيريوم او بيتكوين مثلا بس بلا يتركوا الشبكة سيكيور امنة بس نفس دوقت بصير يطلع لهم هن يعني مثل ستيكينج مثل ستيكينج تقريبا بيطلع لهم هن مثل فويد للحماية لها الاشياء اللي بيعملوها هاي دول بدون نفوتوا ليعملوا نود لانو متوقعين الاثيريوم يعلى سعره خاصة بعض المرج اللي جاي اثيريوم بدوا يروح الى Proof of Stake من Proof of Work وهالشي متوقعين هالشي كتير بوليش لالاثيريوم ارنست يونج ارنست يونج هايدي شركة محيسبة من اهم شركات المحيسبة بالعالم بدأ بلش فيت عملت ستلاي تشين مانجر على البوليغون نتورك البوليغون نتورك العالم كثير عم تروح الاثيريوم كتير غالي وما بيقدروا يعملوا البوليغون عم يقدروا يستعملوا بطريقة احسن سبلاي تشين بدون يلا يقدروا يراقبوا كل شي من وين اجوا ومن وين راحوا وبطريقة سرية ومهمة بدون يستعملوا على البوليغون نتورك هادا شي كتير كتير منيح للبوليغون في خبرية عن السوبر سوبر فارم وهي امبوستر مع انه في بول او بير ماركت هن كتير عم بعدهم عم بيبنوا عم بيكبروا كتير بشغلهم عملوا 567 بيتس 7406 يو او كليم دلعالم كتير بعدها عم تعمل بيطلع لنف تيز وبيقل باللعبة هاد شي كتير بوليش طالما هي عم يشتغله اللعبة لح تضايم بالبير ماركت لح تكمل للبول ماركت اخر خبرية عن الكاردانو الكاردانو حيتين الكاردانو بلشوا يشتروا بشكل كتير كبير ناطرين هاردفوك هادا اهم هاردفوك لكاردانو اهم تطور على الشركة بيخليها تصير اسرع الكاردانو وتقدر تجيب أبليكيشنز واشي اكتر على الشبكة لهالشي بيقوي الشبكة وبيعلي سعر الكاردانو بيصير في استعمال اكتر واكتر سو الحيتين بلش تشتري بشكل كتير كبير وبشكل سريع هون شايفين 185 معاملة على الكاردانو بيسووا اكتر من 100 الف دولار اعلى نسبة من جانيوري من فترة كبير وبلش يشتري بشكل خيالي وقتوسط لل 40 سنس بلشوا فيتو عدسو بشكل كتير خيالي هيدا كل شي الى اليوم ان شاء الله ببسطوا بالفيديو اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة